في لعبة ترينت اسمها روبلكس أنا أعرفها مرة كويس هذه اللعبة لأن سارة بنت محمد دائما تلعب سارة بنت محمد بتخوي سارة بنت أخوي تحبها هذه لعبتها المفضلة اسمها روبلكس بعض أولياء الأمور حذروا منها لأنها تتضمن على محتوى مسيء للدين الإسلامي والقرآن الكريم تخيلوا أنا مصدومة وخلص الحلقة إن شاء الله وبعدين نتفاهم نكلم سارة ونشوف نتفاهم معها فأنتي لما تشوفين شوفي هذه طبعا صور من روبلكس تحسينها لعبة أطفال تحسينها يعني كذا مكعبات تحسينهم ليجو تحسينهم ما هو يعني شيء مخيف دموي بس في الحقيقة أنها قاعدة تتضمن محتوى يرؤى ومشاهدين ما هو كويس والمفروض أن عيالنا وبناتنا ما يتعرضوا إلا فوش رأيكم طبعا لازم الرقابة لازم الرقابة أنا شخصيا بصراحة يعني لا أنا ألعب ولا بنت تلعب ولا لنا في هذا العالم بأمانة أنت تقولي إيش كنت تلعبون أنا بلاي ستيشن بلاي ستيشن وان أنا سوبر ماريو أنا على أيام بسوبر ماريو وشو مو بصخر هو ولا شو اسمه لا حق الشو اسمه كبيتر العائلة ايو كبيتر العائلة هو فعليك كان حق العائلة كان فعليك كل العائلة تلعب فيه بس هذه الألعاب الجديدة يعني الحمد لله ولا أحد عندي من العائلة ترى عنده هالاه الاهتمام ولا أخواني ولا بنات أخواني ولا أحد فالحمد لله هذا عالم بعيد عننا ربما أنا أكثر شيء يقليقني هو موضوع الاتصال الخارجي صح وإحنا طبيعتنا ما نحب الألعاب الدموية يعني بغض النظر ما عندنا ترى هذا اللي بتضحكي بها قاعدة بيقولون لك الشباب لا لا ذكرت مرة ذكرت مرة استني كبلي كبلي سألتك بس فهي على أي حال فالرقابة مهمة المتابعة مهمة فأتوقع يعني طالما أنه زي ما بقولون في ناس كثير حدروا في ناس شافوا كلمة سارة كلمة محمد أفهم وش الموضوع نحن لازم افهم وش الموضوع لا على اطار الألعاب اللي تخوف أنا مرة أتذكر واحد من يعني واحد من العيال عندنا في العائلة قال لي تهالي تبغين تلعبين معنا قلت يلا بلعب معاك وموش اللعبة قال حرامي سيارات قلت ها قلت حرامي سيارات قلت وش حرامي سيارات الشي يعني أصن اسم اللعبة مدريش اسمها هي لها اسم بس هم يسمونا حرامي سيارات اللي يروح ويطق الناس ويسرق السيارة قلتها الحين أنتو تقدون بالساعات تلعبون ذا اللعبة ويدخل ويذبح الناس ويسرق فلوسهم وياخذ نقاط أكثر إذا سرق سيارة كويسة يعني قاعد ينمي يتخيلي أحد يعني في هذا العمر الحرج يربى أو يكبر على أن عادي أروح أضرب فلان وأضرب واحدة عجوزة مسكينة وأسنق سيارتها انتصاد قاماها لدرجة أنه أنا أتذكر شفي أخوي الصغير أصغر أخوان يلحي ما شاء الله عليه رجال بس أقصد أنه أول ما بدت هذه الألعاب وكان بابا شافه قاعد يلعب وكانت المقطع اللي بابا شافه أنه هذا حرام السيارات قتل عسكري أوف بابا منع اللعبة طبعا لأنه هو صغير عمره 9 سنوات 10 سنوات طبعا ويبدأ تتكون في شخصيته هالنوع الإجرامي صح منع اللعبة ونقول لك من بعده الحمد لله ولا إحنا جب الألعاب صح ولا تهم من الألعاب تدريب